تاني ولكن هحبنتكلم في شغل ونتكلم في عمل مش نواحي شخصية بالنسبة لأي شخص هحنا بنتكلم عليه عندي برضو خبر مهم جدا عن شيكابال حاجة حصلت في المباراة قبل اللي فاتت لنادي الزمالك مباراة الزمالك وسكر الحومدية يعني جات لي معلومة وسألت كده قالولي بلاش تقول الكلام ده أحسن عشان الناس هتزعل وجمهور هيزعل وحيطلعوا ينفوا بعض الناس هتطلع تنفيه الكلام ده لكن هقول هنا متعودين مع بعض في برنامجنا ما بنخبش حاجة أي حاجة بنعرفها وممكن نعرفها من مثلا عمل غرفة ملابس نعرفها من حد مش عارف شغال أمن المباراة اللي فاتت اللي هي اللي قبل اللي فاتت مش اللي فاتت اللي هي الزمالك وسكر الحومدية اللي هي كانت يوم الخميس اللي فات وفاس بيها نادي الزمالك 3-0 وكان حكم المباراة الكابتن سعيد لطفي هو أحد لعيب نادي الزمالك الصابقين ولعب فترة كبيرة جدا في نادي الزمالك في القطاع الناشين وصعد الفريق الأول برضو فترة وبعدين انتقل للنوادي كتير جدا الشرقية وده منهوره لعب عندها كتير جدا وأصبح حكم في الدوري الممتاز به أو حكم في القسم الثاني وأعتقد حيترقل فترة الجاية للقسم الأول هو اللي كان بيدير المباراة وفي الشوت الثاني فيه كرة كده حصلت يعني التحام أحد اللعبين من سكر الحومدية مع الشيكابالا فالمهم سعيد لطفي أو كابتن سعيد لطفي ماشى الكرة والكرة طلعت كورنر فماشى اللعب فشيكابالا اعترض على الحكم بشكل غير لائق ويعني هاجمه دي المباراة دي الأقطات من المباراة والمباراة انتهت الثلاثة صفر وزي ما احنا شايفين دي ده هدف من الأهداف اللي جات وبرضو بنشكر موقع أخبار الزمالك ان هو يعني بيصور لنا الحاجات دي وبنزحها مع بعض نعرف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك فالمهم يعني عايز اتكلم عن الموقف اللي حصل مهم الكرة خرجت كورنر شيكابالا راح اعترض على الحكم المباراة سعيد لطفي وزي ما قلتلكم برضو في نقطة هنا ان سعيد لطفي كان أحد لعيب نادي الزمالك ويعتبر يعني أكبر من شيكابالا يعني بمراحل ويعتبر يعني من كابات النادي الزمالك في قطاع الناشئين وكان اسمه كويس في نادي الزمالك كابتن سعيد لطفي فالمهم راح اعترض عليه في شكل غير لائق وقال له انت ما عندكش فكرة وانت مش عارف ايه فكابتن سعيد لطفي قال له شيكابالا انا هترودك احترم نفسك معي وانت بتتكلم فالتاني قال له لا ما تقدرش تترودني المهم راح سعيد لطفي طارد شيكابالا حكم المباراة طارد شيكابالا من الملعب والموقف انتهى الموقف انتهى دي لحظة خروج شيكابالا من الملعب بعد طارده من حكم المباراة كابتن سعيد لطفي ويعني برضو كان حصل بعض الألفاث كده عرفتها من أحد لعيبي سكر الحومدية نفسه وكان متوجد قريب من الموقف بص هنا بشيكابالا بيكلم على حكم المباراة مهم الموقف خلاص خلاص مش مشكلة حصلت مشدمة بين لعب وحكم وخلاص الأمور انتهت اللي حصل بقى تطور الموقف في غرفة الملابس شيكابالا دخل غرفة الحكام بعد المباراة وكان الناس متوقع ان شيكابالا دخل يعتذر للحكم على الموقف اللي حصل ولكن العكس كان صحيح وشيكابالا دخل اعتدى على الكابتن سعيد لطفي مسكوا من التشيرت وزقوا جامد جدا كابتن سعيد لطفي اتفاجئ رح قايم رح ماسك شيكابالا ضربه بالبنية وحصلت خناءة وضربه وكره وفره في القوضة والقوضة كانت مقفولة من جوه وتعدي بالألفاز ما بين الاتنين لغاية عدوا حوالي ربع ساعة وعشر دقائق يتخنقوا وبعدين شيكابالا خرج من القوضة وحصلت بقى يعني مشاكل كبيرة جدا ولكن ما حدش يعرف خالص القصة دي الا بعض الافراد في نادي الزمالك طبعا من خلال القوضة اللي هي جنب قط الفريل اول على طول فده اللي حصل فطبعا موقف سيء جدا ماينفعش يحصل داخل نادي الزمالك وبرضه معلش يعني يعني بقولي شيكابالا شيكابالا اهدى اهدى يعني ملهاش لازم المشاكل ملهاش لازم خلص حصل موقف في الملعب وانت قلت كلام اللي حكم المباراة كابتن سعيد لطفي وهو الرجل طردك موقف حصل في الملعب ملهاش لازم بقى التطور اللي حصل بعد المباراة في غرفة الملعب طبعا حيبقى الخبر ده ما حدش يعرفه خالص وانا عرفته كده بشكل حتى بالصدفة فلازم نقول ايه اللي بيحصل داخل النادي الزمالك والناس هتزعى انا عارف الناس هتزعى من اللي احنا قلناه ولكن ده اللي بيحصل واي حاجة احنا متعودين بنقولها هنا او هنا يعني مناش دعوة احنا برنامج رياضي بنقول الاحداث اللي بتحصل بنقول المشاكل اللي بتحصل وعشان ما تتكررش تاني واتمنى ان ما يتكررش القصة دي تاني من شيكابالا واللي حصل بعد مباراة سكر حامدية والزمالك الودية في غرفة ملابس الحكام هنطلع فاصل ونرجع نكمل اخبارنا مع كورة كل يوم وزي ما قلتلكم كابتن هاني رمزي النهاردة هيكون ضفنا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفاصل